هنا الحالة ديت ونشوف هدف ياسر إبراهيم الهدف العالمي اللي نقول عليه هدف عالمي اللي النهاردة هذي الهدف في كل الدوريات كابتن مفيش حد يقول ان هنا في وزب ولكن انا فيه ارتقاء من اللاعب بيلعب كورتو وبالتالي وهو نزل بيبقى فيه تلامس ولكن هنا البار قعد فترة البعض قال لك الله والبار بيدخل في ايه كابتن العين لا هقولك البار ما كانش على الحالة ديت يريد تجيب لي اللقطة الاولينية اللي هي تمركز اللاعبين ولحظة لعب الكورة عشان نقول ليه البار اتأخر فيها كابتن العين ستوب هرجع تاني معلش 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 لحظة التمرير وقف بس بس نوقف هنا كابتن هنا بنتكلم البار بتدخل ليه على تسلل عاوز يشوف هل حد من هؤلاء اللاعبين اللي موجودين قدام هل تدخل في اللعب هل أثر على حد هل عمل اي حاجة ولكن هو تأخيره كان عشان اللقطة بتاعتها تسلل ولكن الهدف هما الهدف كان هدف سليم وهنا بشيد بحكم المبرة وحكم الفار الحالة بعد كده هنا هو شوف هنا حالة من الحالات المهمة جدا يبنى بتحرك وسه قوي 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 وراح نحيط الشمال وبعدين ما شافش تفاصيل كابتن أحباية ما شافش تفاصيل نشوف عندنا أكتر من زاوية ونشوف هل هناك مخالفة ها نمشي نشوف 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 بس الكرة ما زالت في اللعبة ولا لا في الملعب وهنا حشح اللعبة بتفصيل كابتن أحمد هنا يازل بريمح خلي بالك لو رجلي نزلت على الأرض وخدف رجلي اللعب هقول ما فيش مخالفة إنما أول طلع رجلي ياسر كانت فين كانت فوق وهنا خلي بالك هنا البنة لما راح شاف لم يتردد ورجع أشهر البطاقة هذه المخالفة موجودة والمخالفة بتهور والقرار كان قرار صحيح من الظار ومن الحكم محمود البنة لكن الجزاء طبعا هنا الدهس هنا موجود والقرار بلاك الجزاء وبطاقة الصفرة كانت موجودة كان قرار صحيح نشوف الحالة اللي بعد كده ودي حالة مهمة جدا المخالفة موجودة والراجل حسب المخالفة وشوفنا اعتراض هنا الانذار مش على المخالف ودائما بنا ليه شخصية تحكمية كابتن ما بيسمعش بالاعتراض وهنا بقوله لعيبة دائما خلاص الحكم خد قرار هو ما كانش هديك بطاقة ولكن نتيجة الاعتراض على القرار هو انها هادة الانذار للاعتراض على قرار الحكم الحالة اللي بعد كده شوف هنا هرجع تاني تسمح لي معلش 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 لان هدف دوت مهم جدا جدا هنجيبه تاني من البداية فيه اكتر من حاجة هنشوفها ستوب البنة فينا كابتن علاء احنا هنا دائما الحكمنا ايه ومن خلال قراراتنا دي الاهلي بنادي درس تحكيمي خلي بالك في التحضير ممكن اول مهاجم يقطع وبالتالي انت في هنا يا بنا هنا فهنا اللي حصل ايه ضغط قطع بقى فيه جاب كبير جدا ما بين الحكم ما بين ايه اللعبة هنا يبقى لازم ينفيه توقع وقراءة لعبة بنا هنا هنشوفه عمل ايه درس للحكام يلا خلنا نروح نشوف البنا هل وصلت في المكان ولا ما وصلش هنا طبعا عدة بشكل كويس كرة هنا لم ترتتم بييد بيرسي ولكن هي رتتمت بيه جسمه نشوف هنا الهدف سليم مية في المية كبير هنا كرة بتعمل دريبل في الرجل وبتعدي وهدف صحيح مية في المية انا كتبارنا جايب اللعبة ليه كبير هدف صحيح طبعا انت جايبها ليه تعالا نشوف تحركات البنا في هنا هنا بص يا كابتن هنا البنا خد عمودي ثم راح ناحية الشمال ثم قطع ناحية الشمال تاني عشان نكشف ان كان هناك فيه مخالفة وبالتانية تمركز رائع جدا جدا خير اتجاه تحركاته في اكتر من مرة في نفس الياب ده اللي احنا نقول له الحكام خلي عندك دايما قراءة ما تروحش عمودي لابد انك انت تذهب في الزاوية الصحيح اللي تشوف منها المخالفة وبالتالي هنا بنشوف هنا التحركات عمودي ثم جانيبي ثم جانيبي اخر تاني اهو ثم بيكشف اللعبة والهدف هدف صحيح اللي بيرسي تايوه الحالة بعد كده هنا حالة هنا كابتن الأهل الشنوى بيروح بنشوف هنا هل في مخالفة اكتر من زاوية كابتن عيمن نشوف اكتر من زاوية لا بالتحد هنا بيستخلصوا بيروح انفراد انفراد بيمشي وبعدين هنا بيحصل نشوف تاني هرجع لنقطة مهمة الأول قبل ما اتكلم في المخالفة هرجع للحالة الأولى خالص اللوكيشن من أول واحدة واحدة سب لا ارجع تاني معلش سامحني هنا سنة صغيرة ونوقف نوقف ماشي ماشي كمان كمان نمشي نمشي نساعد ارتكاب مخالفة بس لا نمشي قدام بس السؤال هل هنا في فرصة محقاقة ولا لا طبعا طب اقول اسهل من كده هل اللعبة تحد لو عدة كابتن لو عدة عنده امكانية يحط جون ولا لا طبعا اوكي طبعا يبقى هنا فرصة محقاقة ما زالت موجودة لان هنا لعبنادل اهلي هنا ما عندهش امكانية ضريراتي فبنتكلم في القانون هذي فرصة محقاقة اه فرصة محقاقة طيب البطاقة هنا ما بقتش حمرة ليه ده السؤال السؤال ليه ليه الحاجة ما داش بطاقة حمرة لان هنا هناك تنافس على الكرة من الشناوي ام تعد بطاقة حمرة لو الشناوي شد او دفع او عمل حاجة خلاف التنافس ايه ان الشناوي بيتنافس وبعدين نشوف عمل ايه الشناوي في هذه الحالة خلينا نروح للقطة الاخيرة ونشوف هنا الحالة كويس انك وضحت النقطة دي يا كابتن عشان حيقعدوا بقى يزعجونا بالكلام بالضبط ده ما يكون هناك تنافس والحاكم بيحسب راك الجزاء بتنزل البطاقة من الحمرة للصفر في حالة واحدة بس لو الحارس شد او دفع هنا كابتن هنا شايفين ان هنا في خطأ باهمل موجود لو هنشوف الركبة هنا زحفت ثم راحت للرجل اليمنى وبالتالي هنا الخطأ باهمل هناك تنافس يستحق ايكر تصفر تصفر بس مش اصفر صح برافو برافو يبقى احمر لما لو شد اللاعب دي لو شد وهو رايح كانت باقت حمل تتوضيح ما بين الفرصة المحقاقة عندما تحتسب داخل مواطنية الجزاء امتى ندي الأحمر وامتى ندي البطاقة الصفر هنا البنى احتسب بدون ترادد والفر اكد على القرار في هذه المخالفة هنا لعبة من العام الجميلة جدا جدا ان البعض شاف ان ممكن يكون فيه مخالفة على اليو ديانج كابتن دي كانت داخل مواطنية الجزاء كابتن والبنى يبعد تقريبا اتنين يارض هنا في مين اللاجح في الابو الكرة هنا اليو ودي انا بحيب فيها طاقم التسكيل فيها لان اي حاجة كان ممكن يدي على الشكل ويحسب راكل الجزاء وبالتالي يمكن دي كانت اخر حالة معنا كابتن ايمن هنا اريو بينجح في لعبة الكرة ادعت احكيم يعني اعتقد كان كويس زي ما قلت انا الهدف من كلامي علم كلاتنبرج اعترفت بالاخطاء ده شيء مهم جدا وشيء جميل تصحيح مصارة الحكام ولكن لابد انك انت تشتغل بقى على الاخطاء دي تشتغل الاخطاء وتطور اداء حكامنا الدور جاي وفيه مشارك صعبة كابتن ايمن نتمنى التحكيم المصري يكون فيه مصافة التحكيم الدولي ونتمنى طبعا التوفيق لكل الاندية في مصافة الدولة المصري